بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وتنتمنى ربي يعونكم ويصلح حالكم ويدبر أموركم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون إذن أحبابي قبل ما نبدأوا كاملين نخلوا تعليق بالصلاة على الحبيب أو نصلوا على سيد الخلق اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي جبت لكم اليوم واحد الوصفة رائعة وأكثر من رائعة لحل المشاكل المعقدة بالنسبة للناس لعندهم سحر أو عندهم تعقيل الأحوال أول حالة هو الإنجاب المرأة تتكون عندها مشاكل في الرحم سبب السحر أو السحر المتمركز في الأرحام أو البنت المعطلة عن الزواج دائما لكن بحالة تجريه في بلاستا تدير بخور تدير رقيا تدير ولكن عندها سحر قوي عندها مانع قوي إذن أحبابي البنت أو الولد أو الأم اللي عندها أولادها دائما عندها مشاكل وعندها صداع في البيت وعندها دائما عندها صراعات على المال دائما عندها قلة المال ولكن هات الصغة اللي جبت لكم اليوم تستحق منكم أنكم تخذوا لي لايك وتدعموا هذه القناة اللي تعطيكم فوائد إن شاء الله وتزيدكم إن شاء الله نور على نور نور على نور يهدي لنوره من يشاء الله سبحانه وتعالى القرآن نور وكل طاقة فائز من أسماء الله الحسنة هي نور إذن نور اللي غادي تحطوه في البيت ديالكم أو تشربوه أو ترشو به المكان هو نور ولكن صغة على أي شخص عنده أموره معقدة بالنسبة عنده أوراق معطلة أو البنت بغى تزوج أو الولد بغي يسافر أو البنت بغى أنها يكون عندها شخص معين والخاطر لها غادي تدير هات الصغة لأنها رائعة وأكتر من رائعة إذن إلا بغيتوا بغيتوا الحق هات الصغة من أقوى الصغة وأقوى من أي حاجة غادي تحطوها لبخور ولأي حاجة ولكن تفرد عليكم أنكم تكونون قيين البنت اللي تكون عندها العادة حتى تكتمل وإن شاء الله أنها تغتسل وتبدأ تدير هات الصغة لأنها رائعة وأكتر من رائعة أول حاجة تقدري تديرها ليلة الجمعة ليلة الجمعة وتغتسلي بها يوم الجمعة أو تقدري تديرها ليلة السبت وتغتسلي بها يوم السبت هي تقدري تخدمي بها في أي وقت بغيتي على نية فصخ الأسحار وطرد الموانع وجلب الخيرات والدعاء بإذن الله سيقبل بإذن الله لأنك ستقرأي واحد صورة من أعظم الصور من أعظم القرآن الكريم هي صورة البقرة ولكن في واحد الآية ستكرهها بعدد السنين ديالك تقرأي واحد صورة قوية جداً في القرآن الكريم تبطل السحر القديم وجديد على نيتكم ترزقون سبحان الله لها طاقة نورانية لها قد مقرتها ربي تعونك وتزيدك نور على نور إذن بغينا نحيد تعطيل الأحوال بطاقة ربانية المرأة اللي عندها تعسير في الإنجاب البنت اللي عندها تعطيل الأحوال في الزواج الولد اللي قرأ واحد الوقت ما خدمش أو عدنا تعطيل الأحوال في المال إذن عدنا هاتصيغ رائعة وأكثر من رائعة اللي غادي نحط دابا وقع الوصفات اللي سنحط لكم راتي استحقوا منكم للايك إذن غادي ناخد كتاب الله ليلة الجمعة أو ليلة أي يوم بغيت على حسب الظروف ديالي وعلى حسب أنني نكون قية وعلى حسب الأم تايلة بغديرها على حسب الأولاد ديالها باش يقرأوا باش نشوف الانتحان باش أنهم يكونوا إيجابيين إذن على حسب على حسب كل واحد علاش غادي يقراها على حسب الإنجاب أو على حسب المال أو على حسب ظروف معرقلة تحاجمة ناجحة الناس اللي عندهم تعطيل الأحوال في كل الأمور الناس اللي دائما عندهم توقيف الحال في كل الأمور إذن غادي نقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب هي الأولى وانا خشية الدية في الماء خشية الدية لسرية ولكن الامنية غادي نقرأ وانا حطي الدية على كتاب الله إذن غادي نقرأ صورة البقرة غادي نقرأ صورة البقرة وغادي نقرأ حتى نوصل إلى هذه الآية اللي غادي نكررها بإذن الله نكررها بالنية ديال أنني بغيت هذه الحاجة الوقت اللي نكمل العدد غادي ندير الدعاء ديالي ولكن نحل صورة البقرة نقرأ الفاتحة هادي نبدأ بالفاتحة إلى 142 الآية اللي غادي إن شاء الله من الآية 42 إلى الآية 86 إذن إن شاء الله بحول الله تقرأوها بعدد العمر ديالكم وغادي تديروا الدعاء ديالكم إذن هاد الآية هي إذا سألك عبادي عني فإني قريب غادي تبدو بها إن شاء الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب غادي تقرأوه من 142 إلى 186 إذن هاد الآية غادي تقرأوها بعدد السنين ديالكم عندك 30 عام تقرأها 30 مرة عندك 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 خمسين عندك ربعين عندك 30 مهم تقرأها بعدد السنين ديالك ولكن من توصلي الآية لهاديك الآية إذنك ما تحيدهاش من الماء ولكن أتحطي إذنك بلطف على هذه الآية وأنت تدقري الله سبحانه وتعالى بهذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الوقت اللي غادي تساليه بإذن الله الواحد القهار غادي تخيدك هنا يا ودري الدعاء ديالك اللهم بحقي هذه الآية الشريفة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي إلى آخر الآية وغادي إن شاء الله ندوز على الوجه ديالي والصدر ديالي وغادي ندير الدعاء ديالي اللهم صخر لي زواج عمل إنجاب تصخير الأمور أي حاجة غادي إن شاء الله تديرها بحول الله وقوتي إذن الناس غادي تخلي الدكوكا ومن بعد غادي تهزي الدك هكا وتمسحي الوجه والصدر وتكملي صورة البقرة تكملي صورة البقرة ولكن الدك دائما غادي سيبقى ديالي صريات دائما غادي سيبقى هكا في الماء لأنها تاخد طاقة القراءة مرة مرة نفت مرة مرة نفت بالنية حتى أكمل صورة البقرة إذن صورة البقرة اللي قريم زيان غادي يقرها غادي يقرها على مدة ساعة أو ساعة واربع ولكن هي فائدة عظيمة الوقت اللي نكون نقرأ غادي غادي نعطر المكان اللي أنا فيه باش تاخد طاقة القراءة طاقة تكون طاقة زوينة وطاقة ملائكة الرحمن يعونك في القراءة يعونك في التسخير يعونك بكل أمور إذن غادي نذكر الله سبحانه وتعالى وغادي نستجب صورة البقرة لها طاقة نورانية لها طاقة الفصف لها طاقة أي حاجة انتظرتها من الله سبحانه وتعالى غادي يعطيها لك وغادي ننسلي غادي هاد الماء إن شاء الله ننسلي غادي نستد كتاب الله بحول الله وقواته غادي نحاول أنني هاد الماء إما إما ندوش به نهار الجمعة إما ندوش به وإما نحاول مدة أسبوع ونتندهنه على الجسد ديالي تندهنه على الجسد ديالي الشعر نخلى الشعرين البطن الكتفين استعني بأي شخص معين يحاول أنه يدوز لك على الجسد ديالك وراء الظهر ديالك وغادي تحسي بالفرقة بدي تحميلك كانوا عندك توابع كان عندك مشاكل كان عندك أي حاجة لابد غادي تشوفي رؤية غادي تشوفي حلم غادي تشوفي أي حاجة هاد الناس اللي عندهم مشاكل ديالسحر أو عندهم مشاكل ديالتأطيل لابد هاد الصغة غادي دوموا عليها واحد المدة على الأقل ولو مرة في شهر ولو مرة في 15 يوم ولكن من المرة الأولى غادي تحسي بأن تغيرت شيء في حياتك أو في صحتك أو في مالك أو في أي حاجة المرأة اللي بغد دير علاق بالولاد يصلح لهم الله حالهم ترش البيت وتعطيهم كلهم يذوزوا على الجسد ديالهم ولو مرة واحدة وغادي تستعن بالله أنها تبدأ تسبح بيا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم العدد اللي بغات أو يا قريب قرب لي الخيرات أو قرب لي المال أو قرب لي أي إثم من أسماء الله الحسنى يا لطيف يا غني يا مغني أستغفر الله الغني المغني وغادي نفتح نصيبي في كل الأمور أما المرأة اللي تتبغي أنها تجيب أولاد لابد أنها خاصها تذكر اسم الرحيم بكثرة لأنه هذا الاسم سبحان الله الزبط النساء رب يرحمهم وجاب لهم إنجاب وعطاهم السؤول ديالهم لأنه بعد الأحيان تكون المرأة لمعطلة على الإنجاب إلا سحر تكون في المركز ومن تتبغي تقرأ القرآن ولكشي تبدأ يتزحزح هذا السحر من مكانه إذن الله رحيم حاولوا أحبابي تخليوا لايك ودعم وتعليق زوين بحالكم وإلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة